يالا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية امس اول يوم كان حفل توزيع الاوسكار او حفل توزيع جوائز الاوسكار واللي للامانة بالنسبة لي صار شي غير مهم يعني من فترة طويلة تقريبا بديت ايش اسحب على حفلات الاوسكار من يوم ليناردو ديكابري واخذ الاوسكار وخلاص حسيت اني ختمت الاوسكار دي كالساعة فصرت كل سنة ايش كده بس اشوف النتائج يعني علشان اعرف النتائج وامشي على كل حال اليوم ما هي سالفة الاوسكار ولا هي سالفة مين فاز بالاوسكار ومين خسر فيها اليوم اليوم صارت بقعة كبيرة يا جماعة في حفل الاوسكار الاوسكار كل ماله كده يتوجه الى الطريقة المنحدر فاهمين ولكن اليوم ايش سوى الضربة القاضية بوم حفل الاوسكار صار فوضى غريبة لم ما حصلت ولن تحصل ابدا في حفلات اوسكار ثانية او سابقة او قادمة مادري عموماً يا جماعة سالفتنا اليوم هي عن الكف أو الضربة أو الصفعة اللي أعطاها ويل سميث للكوميدي الستانداب كوميدي ركزوا على كلمة ستانداب كوميدي كريس روك إيش سالفت الصفعة هذه؟ وليش؟ ولماذا؟ وهل الكلام اللي قاله كريس روك لزوجة ويل سميث فعلاً يزاعل؟ وهل ويل سميث فعلاً أعطاه كف؟ وإلا الموضوع مجرد مشرحية من الأكاديمية علشين تجذب الأنظار؟ يب ده مش كلامي في ناس كثير مؤمنين أن الموضوع اللي صار مجرد تمثيلية ومسرحية تسويقية لحفل الأوسكار لأنه بدأ يفقد شعبيته بعد الاشتراطات الأخيرة اللي طرحوها عموماً رح نسولف عن كل شيء في ديليوم شاركلي في القناة لو ما كنتم مشترك فعنجرس التنبيهات حتى نصولك فيديوهاتي أول بأول ولا هم من هذا كله إذا عجبك الفيديو عطيها واحد لايك لو ما عجبك عطيها ديس لايك أهم لك تفاعل مع الفيديو أوكي؟ تبعني الموقع التوصل الاجتماعي كل حساباتي بنفس الاسم وجيه أوتو غير كذا أربطي لحزامك أربطي لحزامك ويلا بينا نشوف إيش سالفة أم الكف ده طيب هذا الكف وشفناه خلونا نرجع بالزمن لما قبل هذا الكف وإيش قال كريس روك بالضبط علشان يأكل الكف والصفعة المهينة دي واللي قهرتني صدقاً كريس روك بحكم إنه ستاند أب كوميدي بطبيعة الحال لازم ينكت وكحدث مقدمي الأوسكار دائماً يحاولوا يجيبوا ناس كوميديين علشان ينعنشوا الحفل يخلوا الحفل كذا مرح وفلة لازم شوي تستهبى لازم شوي تطقطق على الجمهور أو الحضور أو الممثلين أوين كانوا الموجودين وقتها حيلو كريس روك كان يتكلم يعني في حوار طويل صار قبلها عادي إلى نوصل إلى عند خافيير الممثل خافيير اللي هو مترشح للأوسكار وكمان زوجته بنلوبي مدري بنولوبي المهم هي يعرفتوها مترشح للأوسكار كريس روك وقتها يقول أوه بما أنه زوجتك يا خافيير خسرت الأوسكار لازم أنت تخسر شكلك الحين قاعد تقول يا رب إني أخسر لأنه لو فوت زوجتي بتزعل مني لازم أخسر زيها آه كلام كذا استهبال عاد ألم منه إيش جابوا طاري مين جابوا طاري ويل سميث شكلك يا خافير تقول يا رب ويل سميث يفوز مش أنا علشان زوجتي ما تزعل الكاميرا الآن توجهت على ويل سميث ويل سميث قاعد يضحك مبسوط الأمور إيش نوكا تضح كريس روك فجأة قال أوب أنا شفت زوجة ويل سميث فقرر كريس روك أنه يشطح على زوجة ويل سميث جيدة وقال جيدة أنا أحبك أو I love you طبعا أكيد ويل سميث ما زعل من كلمة I love you لأنها كلمة شائعة بين المشاهير وبين الأصدقاء عادي مش هذا موضوعنا بعد هذه الكلمة جاب العيد كريس روك وقال فيلم جي آي إن جي الجزء الثاني في انتظارك وهنا وقعت الواقعة وهنا وقعت الكارثة واكتشف كريس روك إنه جاب أم العيد أصلا شوفوا ملامح جيدة كيف تغيرت واضح إنها مرة زعلت ومرة جرحت والسميث ضحك في البداية إيش قال ذا ترى يا جماعة أنا لاني معا ولاني ضد بكيفهم في حريقة الله يستر علينا وعليهم هم عندهم ثقافة النكت والطقطق هذه ترى شي شائع بينهم عادي ينزل عليهم واحد زي ريكي جارفي ينزل في حفلات الأوسكار وحفلات الأيمي يسح يمسح بكرامة الموجودين مسح هم كذا ستاند أب كوميدي يتحمل ولكن ويل سميث يبدو إنه كان عنده إيش وجهة نظر مختلف ضحك في البداية لا 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 هذا غلط على زوجتي مش أي غلط هذا غلط في مرضها زوجته مريضة وراح نتكلم عن نقطة مرضة بعد شوية قرر ويل سميث إنه لا لا أنا ما رح أسكت على الموضوع ولا رح أضحك ولا رح أكتفي بالصمت لازم أقوم أسوي اكشن انطلق الأخيقى وباب 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 واب والكاميرا مشيت معاه وصل عند كريس كريس روك كان متوقع إنه يمسك المكرافون ويهزئه مثلا أو يقول له كلمه في إذنه لا طاعة أعطى كاف قدام ملايين الحضور غير إلي قاعدين يشوفه من التلفزيون يعني ملايين البشر كانوا يشوفوا هذه اللقطة ولكن من تتخيلوا كمية الانكسار والموقف البائخ اللي نحط فيه كريس روك غلط بس ما يستهل كف عموما هي لحظة أسكارية راح تخلت في التاريخ لا محالة بس إنها برضو نقطة سودة في سجل الأوسكار لأنه الأوسكار أصلا قاعد يجمع نقاط سود أيب يا وجيه ممكن تشرح لنا الكف ليش بالضبط أوكي عرفنا أنه غلط على زوجته لأنه ما عنده شعر صح أنت تقصد كذا؟ ياب بس بنيفهم بعد شوي لما قال كريس روك لجيدة زوجة ويل سميث إنه فيلم جي آي جين الجزء الثاني ينتظرك هو جالس يتريق أو يسخر من قصة شعرها وزي ما أنتوا شايفين زوجة ويل سميث ما عندها شعر في اللحظة الحالية وإنها قصته تماما على الزير ومش موضة ولا ستايل ولا حتى علشان عندها دور معين تؤديه لا زوجة ويل سميث شائلة شعرها كامل بسبب إصابتها بمرض اسمه ألابيشيا أو ألابيشا ألابيشا اللي نقولها بالعربي إحنا مرض الثعلبة واللي تسبب تساقط في الشعر في أماكن معينة من الرأس أو من اللحية أو أي كان المكان اللي في الشعر وأحيانا تسبب تساقط في المناطق كلها اللي فيها شعر على حسب إيش درجة الحالة طيب يا وجيه برضو ما عرفنا إيش سالفت أم الحلاقة والفيل ما إيش رح أكثر فهمنا حيلو هيركز معاك لما قال كريس روك لجيدة فيلم جي آي جين الثاني ينتظرك هو يقصد إنها بمنظر هذا بمرض هذا الناس بتفسر زي كده أنا جالس أجيب لكم الوضوع من منظور الناس بشكل هذا بمنظر هذا يصلح تكون بطلة الجزء الثاني علما إنه الجزء الأول نزل سنة 1997 وفيلم بعض بطلة الفيلم هذاك في مرحة ما حلقت شعره وصارت صلعة علشان تقدم دورها في ذاك الفيلم أو كجزء من قصة الفيلم فالحبيب حبي يطقطق على زوجة ويل سميث جيدة بهذه الطريقة إنه يقول لها أوه بما إنه منظرك زي كده روح يمثلي في الجزء الثاني من فيلم جي آين جي أوكي أوكي كده فهمنا يا وجي ممكن تشرح لنا سالفة مرضها مع الشعر إيش هو أو كيف صار له بالضبط يعني وهل هي حلقة شعرها باختياره ولا شعرها طاح إيش تسالفة عيلو كويس إنك سأل المثلة جيدة أو زوجة ويل سميث طلعت في حساباتها من زمان وصورت نفسها وهي تماماً بدون شعر وجلست تشرح عن معاناتها مع هذا المرض بلا 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 وكيف إنها تصالحت مع المرض وتعايشت معاه بل وشالت شعرها بالكامل في مرحلة ما علشان خلاص إيش تكون متصالحة مع نفسها تماماً الوضع الآن إنه البنت أكيد الموضوع متعبها نفسياً بطريقة أو بأخرى أكيد إنه الموضوع ما هو مريح فاللي حصل يعني لو تجي كده تأخذ الموضوع من فوق كده تأخذ الصورة الكبيرة كريس روك غلط عليها مهما كان تبريره إنه الموضوع مجرد كوميديا ومجرد تنكيه البنت مريضة ما فيه لعب ما فيه مزح هذا من منظوري أنا كإنسان عرب لكن عندهم كأجانب ترى يشوفوا الموضوع بشكل مختلف إنت كبير أنا كبير أنت عارفنا نمزح إحنا قاعدين نستاهب البلا بلا بلا غير إنه زي ما قلت لكم ثقافة الستاندوب كوميدي عندهم مختلفة تماماً ولكم أن تتخيلوا اتفرجوا على الستاندوب كوميدي على جانب رح تشوفوا غسل ونشر غسيل بشكل مرعب ولكن الموضوع هنا صار فيه شوية ما عرف شو ممكن نسميه خير إنه اللي خلى موقف ويل سميث عند بعض الناس قوي إنه الناس ربطوا إنه البنت مريضة وما ينفعت التريق على شخص مريض أو إنه شخص مصاب بحالة مرضية معينة كأنك قاعد تشوف شخص قاعد يتعالج بالكيماوي عنده سرطان وفجأة قاعد تتريق عليه بسبب تساقط شعره ما هو أخلاقي حاجة أحاق ما توصله فعلشان كده موقف ويل سميث قوي لحد ما بس برضو فيه ناس كثير واقفين مع كريس كريس روك إنه أوكي غلطان بس ما يستهل ينضرب عموما اللي حصل ويل سميث لما استوعب إنه المزحة خايسة ومعجبته فقال إيش أنا إليش أتفرج خليني أقوم الحين أعطي كف على وجهه ورجع جلس مكاني قام وعطاه كف ورجع جلس مكاني وما اكتفى بكذا رجع وقام يقول كلام كثير وردد عبارة معينة وقالها مرتين وراء بعض لا عاد تجيب اسم زوجتي على لسانك مرة ثانية لا عاد تجيب اسم زوجتي على لسانك مرة ثانية أنا قاعد ترجيمها لكم كريس روك حرفيا إنحط في موقف جدا محرج وشكله صار جدا جدا بايخ ومؤثر صدقا يعني وبعد لحظة صمت قصيرة قال كريس روك يعني واضح إنه كان يلتفت للمخرج أو يلتفت للمنسقين ما حد تكلم خلاص الموضوع بين يدينك انت استانداب كوميدي وغلط تتحمل غلطتك وقفل الليلة وبعد لحظة صمت كده كريس روك قال هذه أعظم ليلة في تاريخ التلفزيون والناس ضحكوا لأنهم عارفين إنه استانداب كوميدي إلا ويل سميث ما دليش بمستكت مع أنه مستانداب كوميدي طب السؤال الحين هل اللي عمل ويل سميث صحيح؟ بالنسبة لي أنا أشوف أنه تصرف مبالغ فيه أي نعم غلطان كريس روك تقدر ترد عليه تقدر تصيح عليه تقدر تشتمه يرفع عليه قضية كمان بعدها عين أطلق محامي في العالم وخليه طلعها من ظهره بس تضربه على وجهه قدام ملايين البشر يا أخي والله عيب أول شيء كلكم كبار كريس روك ممثل كبير وقدير وله سمعته كوميدي يا أخي هذه وظيفته والله كان شكله مرة مؤثر للأمان أثرت صراحة بمنظر كريس روك وردت فعله كانت مغلوب على أمره ما يقدر يسوي شيء وما هو صح أنه أصلا يأخذ ويعطي ويزيد يضارب ويكبر الموضوع لا كويس ردت فعله كانت أوكي انضربت كف إيش اللي صار أمر الله كمل الحفل ولكن يعني ما ننكر أنه الضرب على وجه حاجة جدا مؤذية نفسيا للشخص فما بالكم تكون قدام ملايين البشر أوكي كريس روك غلطان وأكبر غلطان بس أبدا يا جماعة ما كان يستاهل أنه ينضرب كف على وجهه قدام الناس وعموما ويل سميث عرف أنه غلطان كيف عرف أنه غلطان لما بعدها استلم الأوسكار الأولى له ألف مبروك ويل سميث بالمناسبة أساس أنه قاعد يسمعني بعد ما قال خطابه أثناء أو بعد ما استلم جائزة الأوسكار ويل سميث طلع وقال خطابه بلا 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 واتكلم كلام كثير وكان يبكي متأثرا بقصة الفيلم اللي فاز عنه في الأوسكار اللي هو فيلم كينغ ريتشارد وفي نهاية الخطاب اعتذر وقال أتمنى أن الأكاديمية تسامحني فيما معناه يعني وعزموني في حفلاتكم الجاية ترى ما راح أعيدها يعني ويل سميث بنفسه عارف أنه التصرف اللي سواه غلط وكان لحظة غضب ويقال أنه الشرطة عندها خبر ومنتظرين بس قالوا لكريس روك تبت روح ترفع قضية تبت روح تشتكي ترى من حقك أنت آدم يغلط أي نعم ولكن التصرف اللي تم باتجاهك أو بحقك أنك انضربت من حقك أنك تروح تشتكي ترفع قضية وتوكل محامي توجه تهمات اللي يعجبك ولكن يشاع أنه كريس روك إنسان إيش فاهم وعاقل وقال لا أنا ما راح أوجه أي تهمات والموضوع بالنسبة لي انتهى تماما من لحظتها طيب هذه السالفة وشرحناها بالتفصيل أتوقع كذا كلنا صرنا فاهمين تعالوا خلونا نشوف الكف مرة ثانية عشان في سالفة ثانية لازم نسولف فيها شفت الكف أنا كمان شفت الكف ملايين البشر شافوا الكف وأنا بالنسبة لي أتوقع أنه حقيقي مئة بالمئة يعني وهذا اللي شايفته عيني إلا لو في حاجة من وراء الكواليس أنا ما انتبهت لها وكمان ردت فعل ويل سميث وردك فعل كريس أوكي كلهم ممثلين يقدروا يمثلوا لحظة وقتها كانت كل شي حقيقي عاد إذا في شي مو حقيقي الله واعلم ولكن حطوا في الحسبان إنه في ناس إلى هذه اللحظة ومن وقتها قال لك كل اللي صار هذا السيناريو ما درسه مسرحية من الأوسكار لأكثر بعضهم كان تبريره يقول لك يا بويا اسمع صوت الكف ما هو كف هذا كانت ضربة جات على المايك أو على الكم أو على القلاب وبعضهم قال إنه الأوسكار سمعتهم صارت ضعيفة مرة فأكيد يبغوا يسويوا مسلسل كذا أو مسرحية بسيطة في الأوسكار عشان يجيبوا مشاهدات وبالفعل ترى بعد ما ويل سميث أعطى كريس روب كف معدل المشاهدات تبع الأوسكار ويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي انها توضح الحوار هذا جيب الكاميرا عليه على زوجته عليه على ويل سميث حتى لما ويل سميث كان يشتم قربوا الكاميرا منه ورفعوا صوت المايك علشان نسمع صوته واي اذا هذي مشكلة حقيقية اقطع البث اكتمع الصوت على قل انا ماني قاعد يقول لكم هي حقيقة ولا صح قلت لكم في حريقة ما يهموني واسا انا قاعد يشرح لكم وجات نظر الناس ولكن لو ناخذ الموضوع يعني من منظور انساني وعقلاني مستحيل احد يسوي مسرحية على حساب مرض انسان ثاني الا لو الاوسكار مرم طفرين خلاص ما في شي بش فيه كيف نجيب مشاهدات يا مدير تعال يا ويل سميث وزوجتك كم فلوس انتو مش رأيكم في الموضوع يا جماعة هل تشوفون انه فعلا حقيقي ولا مزيف عقوني رأيكم في السالفة بشكل عام والى اين يا حفلة الاوسكار الى اين الى اين جدير بالذكر يا جماعة انه ويل سميث حصل على اول جائزة اوسكار له في حياته اخيرا وكانت هذه السنة عن دوره في فيلم كينغ ريتشار اعطى كريس روك كاف وبعدها اخذ الاوسكار احدثين مهمين حصلوا في سنة واحدة وبس والله يا جماعة اللي اعطيكم العافية الى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو كم معكم الوجه اشوفكم في الفيديو القادم